في هذه الأثناء سيطر تنظيم الدولة الإسلامية على مدرسة المشاه العسكرية وعدد من القرى والبلدات خرب مدينة حلب بعد معارك عنيفة مع فصائل المعارضة كما تمكن تنظيم من السيطرة على سجن الأحداث وقال المرصد السوري لحبوق الإنسان إن التقدم الذي يمثل أكبر مكاسب للتنظيم في المنطقة منذ آخر شهر عصص أبل ماضي جعله على مقربة من ثاني كبرى مدن البلاد وعلى بعد كيلو مترين من منطقة صناعية يسيطر عليها النظام عند طرف الشمالي للمدينة